واضحة تتبناها الدولة المصرية للمساهمة في تعزيز التحول في مجال الطاقة والحد من الانبعاثات لمكافحة تغير المناخ في ضوء استضافتها القمة العالمية للمناخ بشرم الشيخ العام القادم كوب 27 مصر تعمل فعليا على تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة لعملية خفض الانبعاثات في مجال الطاقة والتي تم إجراء دراسات مكثفة بشأنها مثل استخدام الهيدروجين واستخدام تكنولوجيا التقاط وتخزين واستغلال الكربون لضمان إنتاج الوقود الأحفوري النظيف وكذلك المبادرات الخاصة بخفض الانبعاثات الكربونية من المشروعات بالإضافة إلى مشروعات رفع كفاءة استخدام الطاقة استراتيجية طموحة ومتكاملة تتبعها مصر تدعم الانتقال إلى الاستخدام الأنظف للطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية كجزء من رؤيتها للتنمية المستدامة مصر 2030 وفي ضوء التزامها باتفاقية باريس للمناخ كوب 21 هذه الاستراتيجية تستهدف بحلول عام 2035 أن يصل مزيق الطاقة من الطاقات الجديدة والمتجددة إلى حوالي 42% كما تعمل على تعظيم دور الغاز الطبيعي كوقود انتقالي صديق للبيئة محليا عبر توسع في استخدامه في المنازل ومحطات الكهرباء والصناعة وكوقود للسيارات إلى جانب إعداد استراتيجية وطنية لاستخدام الهيدروجين كوقود نظيف